الحمد لله وحده هل الابتلاء بالفقر فقط؟ البعض يعتقد أن الفقير هو المبتلاء لأنه قليل ذات اليد لأن حياته في ضيق نعم بئس القرين الفقر ولكن أتعلم أن الابتلاء بالغنى أشد تبعة يوم القيامة من الابتلاء بالفقر ولذلك النار والجنة عندما احتجتا كانت الجنة تقول في فقراء الناس ومساكينهم نعم الغنى مطلوب أن تسعى إليه إن استطعت بالوسائل الشرعية لكن ليس كل مريد للغنى يغتني لكن الفقر إذا أصابك وأنت تسعى للغنى فصبرك على الفقر عبادة لكن تعال يا غني أتدري أنك مبتلى بلاء عظيما بهذا المال وبعض عباد الله سيدخل الجنة حبوا وبعض عباد الله يوم القيامة من الأغنياء لربما ما استطاع الرد على سؤال من أين لك فإن أجاب رسب في اختباري أين أنفقت لذلك يا عبد الله خفف التبع وأحسن ليحسن إليك وأعطي لتعطى ولذلك لا تعتقد أن هؤلئك الفقراء أنهم من سقط المتاع الفقر ليس عار والفقر ليس عيب علماء الأمة الله جل بعض علماء الأمة فقير الله ما أراد محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون غنيا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فقير بأبيه وأمي ليس فقير كان يعطي الإبل والغنى ما بين الجبلين لكنه عاش عيشة الكفاف ومات بأبيه وأمي ودرعه مرهونة عند يهودي في أمداد من شعير لذلك يا غني احمد الله على الغنى ومن حمد الله أن تحسن وأن تنفق إن أمسكت لربما أمسك عليك ويقول الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك